اللوحة الاخيرة حلوة كلمة اللوحة دي نجبتها من ايه الموازنة هي الاعلى انفقا زي ما كنت بقولك تاني على كل من تحسين جودة حياة المواطن زي ما حتك سمعت من شوية والاستثمارات التنموية طيب الناس بتاعت بلاد برة شايفة ايه يعني طيب يا عم يوسف احنا خدنا بالنا ان الخمس لوحات اللي فاتوا دول على رأيك في كلمة لوحة مكتوب تحت كده المصدر وزارة المالية وزارة المالية وزارة المالية لا يا عم انا عايز اعرف الناس بتاعة بلاد برة بتقول ايه حاضر صندوق النقد الدولي بيقول نرحب بالاجراءات الاخيرة اللي اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف لإيه للانفاق على الحماية الاجتماعية واحد زيادة مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات الخارجية تشكيل حاجز مالي قوي ده كلمة صندوق خلال حالة الاضطراب وعدم اليقين العالمية الحالية عدم يقين لدى كل دول العالم مفيش يقين من شيء مؤسسة فتش الشهيرة بتقول من المتوقعة ان تستمر مصر في خفض العجز الكل هم شايفين ان احنا ان شاء الله قادرين على خفض العجز الكل في الموازنة خلال السنوات المقبلة مع تقلص تكاليف خدمة الدين مش ناسية بتتكلم على الدين عندي دين اه عندي دين الدقيق 85% عموزة كنت بتقول هيبقى واحد وتمانين كان هيبقى والله هيلولى الحرب يعني مش في ايدي انا اعمل ايه مش في ايديوس في ايدي الدولة كلها على بعض ده الدولة دي تاني مين هي انا وانتا وغيرنا انا وانتا شركة شركة كذا مش واحدة بنشتغل ولا احنا نتفرج على بعض وخلاص يبقى بيحصل ده تبقى اللي فيتش بيحصل تقليص لتكاليف خدمة الدين وضبط السياسات الانفاق تعال نشوف البنك الدولي بيقول ايه مصر عملت مجموعة من الاجراءات او عدة اجراءات نصا كده نقدية ومالية استجابتا للمستجدات العالمية اللي بيحصل ده واعلنت تطبيق حزم مالية في موازنة عشرين تلاتة وعشرين اللي كنا بنتكلم عنها للتخفيف من تأثيرات الازمة من خلال رفع الاجور والمعاشات ستاندرد انبورز بتقول نرى افاق نمو ومحطتش نقطة قوية نسبيا على المدى المتوسط لمصر مدعومة باستمرار تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية كما ندرك بان موازنة مصر اتنين وعشرين تلاتة وعشرين ستلتزم بتحقيق فائد اولي طموح يصل الى واحد وستة من عشر في المية معانية العودة لتحقيق نسبة اتنين في المية بمجرد في الفائد يعني بمجرد تلاشي اثار الازمة العالمية على الاقتصاد الايكانميست اللي دايما نقولك دي اكبر مجلة اقتصادية في العالم بتقول ايه تهدف مصر من خلال موازنتها الجديدة لعشرين تلاتة وعشرين زيادة الانفاق التحفيزي بالاضافة لاستمرار تحقيق فائد اولي في الموازنة الكل بيتكلم عن الفائد الاولي وزيادته طيب المنصق المقيم للامم المتحدة إلينا بانوفا بتقول الاتي ادخلت مصر بصورة عاجلة سلسلة من الاجراءات الطارئة للتخفيف من الاثار الاقتصادية للازمة الروسية الاوكرانية بما في ذلك تخصيص حزم مالية اضافية في ميزانياتها الوطنية لتغطية ربعمية وخمسين الف اسرة جديدة في اطار برامج شبكة الامان الاجتماعي طبعا هنا المقصود ايه تكافل وكرامة هنا احنا بنعرض الانفوغراف ده اللي صدر من المركز الاعلامي المجلس الوزراء مشكورا على الانفوغراف الرائع